احنا عندنا الاحتمام بهواية التصوير الفوتوغرافي معنا تقرير نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل فقرات برنامج فيضحة الكاميرات الحديثة سهلة الاستعمال ومتعددة الأغراض وكثيرة الخصائص والالتقاط صور جميلة واحترافية لا يعني بالضرورة أن تمتلك كاميرا وملحقات تصوير باهظة الثمن وإنما يعتمد على كيفية استعمال خصائص الكاميرا واتباع بعض النصائح البسيطة والتأني قبل التصوير يمكن لأي شخص أو مصور مبتدئ تعلم الاحترافية في التصوير إذا اتبع نصائح وخطوات بسيطة وسهلة في التصوير أولاً الهدف من الصورة قبل رفع الكاميرا باليد والضغط على زر التصوير يجب التفكير أولاً بما هو الهدف من التصوير هل هو مثلاً شجرة واستغابة أو شخص على قارعة الطريق الشيء المراد تصويره هو المهم في الصورة ويجب مراعته ثانياً تقسم الصورة المصورون المحترفون يقسمون صورتهم لثلاثة أجزاء أو تسعة عن طريق رسم خطين عموديين وخطين أفقيين ويضعون في العادة الموضوع المراد تصويره في منطقة الثلثين الأسفلين من الصورة وليس في وسط الصورة كما يظن الكثيرون ثالثاً خلفية الصورة تؤثر الخلفية بصورة كبيرة على جودة الصورة فابتعد عن تصوير خلفيات ذات ألوان متعددة أو غير واضحة الملامح رابعاً الإضاءة أكثر المشاكل التي تواجه المصورين هي تنظيم الإضاءة الصحيحة للصورة إذا كانت الشمس ساطعة فالأفضل الوقوف جانباً وليس أمام الشمس أو في مكان ظلها وفي المساء يفضل استعمال فلاش خارجي أو توجيه الإضاءة الموجودة بحيث تكون الإضاءة مصلطة على الموضوع المراد تصويره الصورة الجميلة قد تحتاج إلى بدل بعض الجهد لالتقاطها والتجربة الشخصية هي طريق كائر الاحترافية نرحب بكل من انضم إلينا في هذا الجزء من هذا البرنامج مشاهدين الأعزاء وإلى العين الثالثة وإلى عالم التصوير والتشويق سننتوقف اليوم مع أساسيات التصوير والمهارات اللازمة لاكتسابها لمعرفة هذا الفن الجميل طبعاً اليوم التصوير هو من أكثر أنواع الفنون والهوايات المنتشرة حالياً بين الشباب ولكن لكل نوع من أنواع الفنون قواعد أساسية يجب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف طبعاً اليوم يسرنا جداً أن يكون معنا الأخ عبد الرحمن العباسي في ستوديو برنامج في الضحى للتحدث عن هذا الموضوع يا مرحبا وسهلة فيك هلا أخي عمار مرحبا يا مرحبا شرفتنا ونورتنا أنا اسمح لي أقول لك الفنان المصور نعم ما بقالي مصور اشتاهل طبعاً شرف لي والله بداياتك شلون كانت لو تكلمنا عنها والله طبين أقول لك بدايات وانا صغير ولا شبابنا نسوي معا مقابلة يمكن من كم؟ ست سنوات؟ تقريباً ست سنوات من ست سنوات نسوي مقابلة معا طبعاً البدايات كانت في الصغر طبعاً احنا عيلة خلنا نقول إعلامية وفنية طبعاً الوارد الله يرحمه علي عبد الرحمن العباسي ونعم طبعاً كان إعلامي في تلوزون قطر وطبعاً عمي الله يرحمه إسماعيل العباسي وكان مخرج سينمائي ويعني بينهم يعني يعني أسرى إعلامية أسرى فنية أسرى فنية فنية إعلامية وطبعاً وانطلقنا لزياراتي طبعاً مع الأهل وهذا لمعارض كثيرة من المجال الفني طبعاً بشتى أنواعه وخصوصاً في المجال التصوير وفنونه ويعني مثل ما تقولون ترسخت عندي الأمور والهواية وتمينا شوي 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 لما احنا كبارنا وحبينا أن نمارس الهواية بشكل أوسع وأكثر وين وصلتوا اليوم لما كبرتوا؟ تقول كبرنا ومارسنا الهواية بشكل يعني صلنا شباب كنا صغار لا لا هذه السالفة جنبة هذه لكن وين وصلتوا يعني في هذه المسيرة اليوم يعني أنا عرف عبد الرحمن العباسي في السابق لما كان يسوي أفلام قصيرة طبعاً في البداية عساس أنه لا يكون مختلاط في البداية كان فوتوغرافي أو مصور أيها وبعد ذلك التجاه للنجال اللي هو الأفلام القصيرة وفي مجال الأخراج المتواضع خلنا نقول طبعاً أثنين يتمكن من بعض لأنه الأساس واحد ولكن مجال هذا يختلف عن المجال الثاني أن هذا ثابت وهذا متحرك لا أكثر ولا أقل ولكن التقنيات في كل فترة تختلف يعني مثلا خلنا نقول في التصوير تقنيات الكاميرات تختلف يعني خلنا نقول على طريقة السرعة الأجهزة تختلف الإضاءة قبل كانت وين والحين الإضاءة ما شاء الله تقنيات جديدة الحين الإضاءة تخليك واحد ثاني أيه ما شاء الله فهو أهم شيء نظرة الشخص نفسه يكون مثقف هل شلون أنا أقدر أظهر هذا الشيء اللي جدامي بشكل حلو مثل محضرتك ذكرت أستاذ عبد الرحمن أن تصوير تقنياتي اختلفت أو تطورت مع تطور العصر أيضا النظرة نظرة الفنان تختلف عن نظرة الإنسان العادي نظرتك لزاوية معينة نظرتك أنك تركز على شيء معين تختلف من الإنسان العادي شلون ممكن أنا كإنسانة عادية ممكن أن أنا أخذ هذا الحس الفني الجميل والله أقول صريح معاتش لازم تتعودين يعني لو أنا أقول لك بتقولين أوه ما أقول الله أنا طول هالفترة أنا ما كنت حاسب بهالشي لا أقول لك والله هذه لو كانت بهالطريقة إيشلون أصوره لك أجيبه لك من زاوية معينة طول هالفترة أنا ما كنت متوقع أن هالشيء موجود جدامي ويطلع بهالطريقة سبحان الله فأركز على كل صغيرة وطبعا في البيت أنا دايما المدام يعني تقول لي أشيء تركز على شيء قلت لك ما لش نظرة مصورين يعني أنتم مم مصورين ما لكم أثنينكم بنفس الهواية والله هي لا هي تشجعنا ما شاء الله وبعد نحاول إن شاء الله عيالنا بعد نشجعهم في المجال شوي شوي طبعا مبارة واحدة يعني اليوم في مسابقات حقيقة أخي عبد الرحمن كبيرة في مجال التصوير تقوم فيها مؤسسات مختلفة في الدولة يعني حنا سمعنا عن مسابقات تطلقها وزارات سمعنا عن مسابقات في الحي الثقافي كتارة في مهرجان المحامل أطلقوا مسابقة أيضا للتصوير الفوتوغرافي صح وكل ما نسمع عن مسابقة نكتشف أن الأسامي القطرية في هذا المجال ازدياد مستمر الحمد لله فإيش إيش يعني لكم هذا الشيء والله يشوف هو دافع للناس اللي في المجال يعني تشجيع لهم طبعا أنا ما بقول لنا الجهات هذه الرسمية أنا ما عارفهم ولكن هو يعني احنا كنا ننظر لهذه الأمور من فترة طويلة أنه يكون فيه تشجيع للموهبة هذه لأن هذه الموهبة إذا بدعت فيها بتظهر بشكل حلو يعني ليش إحنا مثلا ما عندنا أسامي معينة عيوة ما بقول ما عندنا لا عندنا ولكن بشكل معدود أو معدود بالأصابع ولكن في هالمجال إحنا بيبرز عندنا شباب جيل واعي فاهمي شلون ممكن ينقل لنا الصورة بشكل مميز وكل واحد على حسب نظرته ورؤيته وزويته شو رأيت سمشاعل رأيي أنا كنت بسألة صراحة السؤال يعني بما أنه ما شاء الله يعني تبارك الرحمن هو عندك كذا موهبة مصور فنان تشكيلي مخرج وين تلقى نفسك؟ والله كلهم أنا ألقى نفسي في كل المجالات اللي ذكرتيها لأنني أنا أهواها لأنه مثلا لو أنا بقول في الفن التشكيلي كنت أحب لو أذكرهم ممكن أذكرهم ما أدري تسمحي له طبعا صارت لي فرصة أن أنا ألتقي بالمرحوم الفنان التشكيلي أحمد الشريف وخصوصا في لوحة التحدي المعروفة طبعا وكان أشرف لي وطبعا وعشق أعمال بيكاسو وعشق أعمال سلفادور دار اللي كان مميز وأفكاره الغريبة فليش ما إحنا منتميز في أعمال إتميزنا إحنا في ديرتنا الحبيبة قطر ونبرزها ليش لا؟ يبا عبد الرحمن أنا أعتقد أن الدورة الحين عليكم لأن الحين قطر يعني هي الأنظار تتجه نحوها يوما بعد يوم الحمد لله بالعكس وهو واضح يعني يعني أننا تكلمنا في حلقات سابقة عن دور المخرجين القطريين وصناع الأفلام القطريين والمصورين القطريين في تصوير الصورة الحقيقية لهذه البيئة ولهذا الجزء من العالم لأن أحيانا الصورة يعني في السابق ما نقول اليوم اليوم قطر معروفة ولكن في السابق قد يكون يعني الناس ما كانوا يعني يعرفون هذه الثقافة العربية أو الخليجية وبالتحديد يعني هذا الجزء اللي هو قطر يعني شفنا فيلام نعم تفضل يمكن أن أخوي عمر النظرة تخيارت في السابق ما كان الضوء مصلط علينا كشباب أو كدولة قطر ولكن الحمد لله بعد الإنجازات الكبيرة والواضحة لدولتنا حبيبة وحكومتنا الرشيدة برز كل شيء والحين نحن علينا أن نبرز هذا الشيء ونطلع المواهب ونطلع كل المجالات اللي هي تبرز دولتنا ونرد لها على الأقل لو شيء بسيط نعم أستاذ عبد الرحمن طبعا حضرتك فنان ومصور وفنان تشكيلي ومخرج وقدرت أنك تبرز صورة قطر بصورة مشرفة أنا في اعتقادي أن كل إنسان يقدر أنه يطلع صورة بلده بصورة مشرفة ليس بشرط أنه يكون فنان وإنما يمتهن كل المهن الموجودة في الدولة لرفع اسم قطر كل شكر لك المصور الفوتوغرافي الفنان عبد الرحمن العباسي كل شكر لك ونتمنى لك المزيد من التقدم والتوفيق إن شاء الله أنا أشكركم شكرا لك حضورك حبيب اشتركوا في القناة